عايزين نلملم مش عايزين نقطع عايزين ما يكونش فيه بالبلا نخلي كل مثلا زوج وزوجة يعني يحصل ما بينهم خلاف ومشدة وكل واحد بقى يتخيل انه هو متفضل على الاخر فيكون فيه نوع من الشتات ما بين الاسرة ويحدث صلاق احنا عايزين بالعكس كنا نقول ازاي يعني نشجع ونحفز ان الشباب والبنات يتجوزوا ويكونوا اسرة سليمة ويكونوا اسرة صحيحة انا رأيي ان التصريحات دي بتبعد اكتر ما هي تجمع ومعرفش هل هي فعلا مغزاها هما بيستشهدوا بايات من الكرآن الكريم ان هو فيما معناها ان هي لان ارادت تردع وان لم لا طبعا لا طبعا تشير كلام ده تفضل حرارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد النبي الكريم الاكرم الوفي الاوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الانور السعيد المسعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا وسلم تسليما كثيرا وبعد العمدة عندنا هو كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن اتباع الاهواء بعيدا عن الجهل بعيدا عن الخرافات بعيدا عن الفهم السيء للكرآن الكريم بعيدا عن التسطر خلف شعار الحريات تماما وبالتالي يأتون بالأسرة فيلكونها في أتون الهاوية نعم والسادة وفاء هذا الكلام لحضرتك ولي ولسادة المشاهدين الكرم جميعا الحياة الزوجية حياة عبارة عن سكن تكاملي قائم على المودة على الرحمة على المعاونة على المسامحة على لين الجانب على خفض الجناح نعم وإلا لا يمكن أبدا أن تكون حياة زوجية ناجحة ربنا سبحانه وتعالى قال في الكرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ماذا وجعل بينكم مودة ورحمة وتسكنوا كمان نوم من السكن إننا أهدأ واشعر بالأمان للسكرار النفسي والإشباع العاطفي والإشباع حتى الرغباتي تماما كل هذا قائم على المعاونة قائم على المياصرة قائم على لين الجانب على خفض الجناح قائم على حسن الفهم الصحيح ولذلك القضية التي أثيرت للأسف هي أثيرت من باب الجهل الجهل بالفهم الصحيح للقرآن الكريم نعم أنا رجل رجل دي ما نفعش آسف أسق طيارة أو أدخل إلى المستشفى الآن وأنا نفسي ده والدي وحبيبي وعنده مشكلة في القلب أنا اللي هتولى بنفسي إجراء العملية الجراحية له صحيح نفعش يبدأ في خلل فكري القرآن الكريم بنفس الآية التي استدلوا بها يقود الله تعالى في القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة نعم يجب أن نفهم هذه الآية فهما صحيحا إذا فهمناها الموضوع كله خلص صحيح مش هنتكلم طبع لأنه ليس بعد كلام الله من كلام طبع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لو أنا سألت حضرتك يا أستاذة وفاء الفعل يرضعن فعل مضارع ولا فعل ماض ولا فعل أمر مضارع هتقول لي مضارع جميل جدا المضارع ليس له علاقة بالأمر صح كلام حضرتك كده وكلام صحيح وده بقى هنا نشأ الفهم الخاطئ الفعل هنا فعل مضارع الجملة هنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين اسمها جملة خبرية خبرية لفظا إنشائية معنا لازم أن سعدتك تفهمي حضرتك معايا يعني فيها صيغة أمر والأستاذة الكريمة وغيرهم أي حد لازم أن يفهم القرآن يعني فيها صيغة أمر بدون الدكتور بالضبط فيها صيغة أمر يعني حضرتك البلاغة فيه حاجة في اللغة العربية اسمها البلاغة نعم بلاغة الكرآن الكريم الكرآن لا يمكن أبدا أن يفسر بدون الفاهم الصحيح مئة في المئة لبلاغة الكرآن الكريم نعم ولبيان الكرآن الكريم لأن الكرآن كله مبني على الفصحة والبلاغة فأنا لما أحب أفهم الأي من دماغي أنا أساسا مش عارف أنطأها بقرأها غلط وبأنطأها غلط وفصرها غلط يبقى أنا بضل نفسي وأضل الناس تربين ألف الكرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم أعود إلى أهل الذكر أنا يجب أن أعود إلى البلاغة أنا قبل هذه الحلقة عدت إلى الكتب الأزهرية التي درستوها في ثانوية الأزهرية وفي الجامعة مش أقول لي ساعدتك مجسير ولا دكتوراه ليه؟ لكي أفهم ما هي لعلا يكون فيه مثلا يعني حلقة مفقودة ضبط مراجعة الحقة وجدت إن البلاغة الكرآنية فيها أربعة أساليب حاجة اسمها جملة خبرية لفظا ومعنا اتنين جملة خبرية لفظا إنشائية معنا تلاتة جملة إنشائية لفظا خبرية معنا أربعة جملة خبرية لفظا إنشائية معنا أو إنشائية لفظا خبرية معنا نعم اللي هم الأربعة مع بعض الآية الكرآنية هنا دي الصورة الثالثة يعني إيه؟ يعني الآية الكرآنية هنا خبرية لفظا لفظها خبري ليس في معنى الأمر لكن هي في الحقيقة معناها إنشائي يعني إنشائي الإنشاء اللي هو الأمر والنهي والالتماس والدعاء والرجاء والعرض والتحضيط حاجات ده رفسناها في الثانوية العامة أهو ده الإعجاز أه طبعا نعم ما اللي ما يعرفش يقول عادس أهو ده الإعجاز في الكرآن اللي دارس نحو بلاغة يفهم الإعجاز في الكرآن الضبط نعم الإنشاء يعني إنشاء إنشاء إن أنا بكلفك ده اسمه أمر بنهاكي ده إنشائي بلتمي الزعاء تماما ده إنشائي ده فيه سفهام إنشائي فيه نهف إنشائي فيه نهي إنشائي جميل جدا هنا الآية الكرآنية والوالدات يرضعنا قوله تعالى يرضعنا ده فعل أمر هتقول لي تفعله مضارع هو مضارع من ناحية اللفظية لكن من ناحية الإنشائية هو أمر واجب النفاذ هتقول لي لا مينفعش الكلام ده أنا مش فاهمه أقول لي كتب تعالي نتكلم مع بعض العدة الوحدة لما جوزها يموت عنها لها عدة يا أستاذ وفاء ولا ملقاش عدة لها عدة جميل هل ممكن نخليها اختيارية ولا واجبة لأ واجبة طب ما نخليها اختيارية كده أنا عاوزها تتجوز في اليوم الأولاني اللي دفلنا جوزها فيه نفعل الكلام ده لا لمين يفعش علشان هو تقريبا العدة دي ربنا مسألة وقوبية آه علشان كمان والاختيارية عشان بقاش فيه اختلاط ناسب اختلاط ناسب ومتفجع على جوزها وزعلانة وعندها عواطس ويقاطرة الحداد بالضبط نعم والعدة واجبة صح نعم تخيالي حضرتك ان العدة الواجبة التي تكرها الدنيا كلها حتى في غير شريعة الإسلام في حاجة اسمها عدة جاد بنفس الكلام برضو نقرأ كده مع بعض الكرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرين وعشرة يتربصن نفس الفعل نفس الفعل المضارع زي يرضع نعم نفس الكلمة لما نعود نتفلسف ونكلم وننطلل أي غلط ونقول لا والله لا والله إيه أنا يجب أن أعود إلى القرآن أعود إلى أهل العلم فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون بالبينات والذكر فبناء عليه البينات والذكر والعلم والمعرفة موجودة في البلاغة البلاغة بتقولني إن القوم لديا خبرية لفظا إنشائية معنا معناها إنشائي معنى الإنشائي يعني أمر واجب نفاذي وهنا نقول أن إرضاع المرأة لأولادها مسألة واجبة النفاذ وهذا حق واجب عليها بدون أقرأ عرف حضرتك ترجمة نانسي قنقر